الشابات والمشاركة في تأمين بيئة نظيفة عبر إطلاق مشروع النظافة والذي تضمن إزالة الأنقاض من الأحياء غير المأهولة وإزالة نفايات من الأحياء المأهولة بالتعاون بين أحدى المنظمات الدولية ومجلس مدينة دير الزور لتنفيذ مشاريع تعود بالفائدة على واقع المدينة عن طريق تقديم آليات ومعدات هندسية تساعد المجلس بتنفيذ مهامه مشروع بين مجلس المدينة بالتعاون مع منظمة ترسكاتا ترحيل وتنظيف الشوارع ونقل الأنقاض والنفايات إلى المكبات الخاصة بها طبعاً مدة العقد أربع شهور كمية الأنقاض في 1750 متر مكعب من أحياء المدينة الغير المأهولة مشروعنا قائم حالياً الذي يؤمن 5120 فرصة عمل في سوريا مقسمة على أربع محافظات منها ريف دمشق حلب حما ودير الزور الحصة دير الزور من هذه الكمية هي 1650 فرصة عمل تحسين واقع نظافة المدينة من خلال تجميع القمامة والمخلفات اليومية في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن المنطقة المستهدفة ومن ثم نقلها إلى المكبات الخاصة المشروع بلش 23 ستة ووفرنا فرص عمل شثير يعني مثلاً بالنسبة لي أنا كطالبة الوضع كان سيء بالنسبة لإنه وغير هالشيء هذا يعني بيّنت نظافة مدينتنا شغل بعدود 600 عائلة وكل عائلة مؤلفة من كذا إذلك يطلع رقم عالي جداً هاي الفئة كلها استفادت مادياً من هذا المشروع ثاني شيء والمهم كمان أنه نظفت المدينة نظفت الشوارع مجلس مدينة دير الزور وخلال السنوات الأخيرة يعتمد بشكل رئيسي على مثل هذه المشاريع كونها تسهم بدعم العمل وتحسين واقع البيئة وخاصة أن المجلس فقد الكثير من الآليات جراء الأعمال الإرهابية والتخريب الذي طال العديد منها إضافة إلى أن المشروع يؤمن استقراراً مادياً للكثير من العائلات